قالوا بقى نروح من وزارة الصحة لوزارة التضامن وفي مليون ده تصريح لوزارة التضامن مليون ومتين ألف أسرة مستفدين من برنامج تكافل وكرامة كشفت نيفين القباج مساعد أول وزير التضامن للحمال الاجتماعية أن برنامج تكافل وكرامة كنا تكلمنا عن تفاصيله قبل كده في كذا حلقة وصل إلى تغطية أكتر من مليون ومتين ألف أسرة في مصر ده تم إدرجها كأسر مستحقة لهذا البرنامج الكلام ده كان وفقاً لإحصائية شهر ديسمبر الجاري والأسر حالياً بتقوم بتسليم بطاقات الصرف الممكنة لصرف الدعم النقدي المشروط من كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية عددها 3800 مكتب أضافت نيفين قباج أيضاً أن قيمة المبالغ المدفوعة وصلت لغاية دلوقتي إلى 4 مليار 614 مليون و888 ألف جنيه تم صرف هذه المبالغ فيه 106 مركز من المراكز الأكثر فقراً بإجمالي 1800 قرية على امتداد 19 محافظة في جمهورية مصر العربية لفتن إلى أن تم التوسع في البرنامج خلال الشهر اللي فات علشان يبقى 227 مركز و3800 قرية في كافة أنحاء الجمهورية بالوجهة القبلي والبحر وكمان في المحافظات الحدوية